الآن يتوجه الرئيس عبدالفتاح أسيسي إلى مصانع الألبان وكذلك الأجبان التي يتم إنتاجها هنا ويتم افتتاح هذه المرحلة اليوم إذاناً ببدء الإنتاج وضخه إلى سوق المصرية على المستويات المختلفة مشاهدين الكرام تقوم شركة سيلو فودز للأغذية بتوفير العديد من السلع الاستراتيجية التي تلزم المواطنين في حياتهم وذلك من خلال توزيعها سواء عن طريق وزارة التموين من خلال البقالين والبدالين التموينيين أو كذلك طرح المنتجات في الأسواق المختلفة وهنا تقدر الإشارة إلى أن المنتجات هي موجهة لشرائح مالية واقتصادية مختلفة ومنها كذلك ما هو موجه للتصدير حيث هناك درجات من الإنتاج في المنتجات المختلفة وبأسعار متفاوتة إلا أن القاسمة المشترك في هذه المنتجات أنها بجودة لا تقل عنها كل هذه المنتجات كذلك بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق ربما بنسب تتراوح ما بين 5% إلى 20% أو 30% عن مثيلتها من المنتجات وإن لم تكن تمثلها في الجودة فهي بجودة أعلى من ذلك يظهر هنا كذلك أسطول النقل البري حيث يتم شحن البضائع والمنتجات بالشكل الآلي وكذلك في بعض المنتجات يتم الاستعانة بالشحن اليدوي لكن يجيء ذلك بعد تغليف المنتجات في كاراتين مختلفة وبالتالي تضمن الشركة نظافة وسلامة كل المنتجات التي تخرج منها وتتوجه إلى الأسواق في محافظات مصر المختلفة التي تغطي أنحاء الجمهورية الشركة تنتج ومسؤولة عن ضخي 1200 طن يوميا من المكارونات المختلفة وأسوق المصرية تستوعب وتستهلك يوميا نحو 3000 طن أي ما يزيد قليلا على 35% من إجمالي إنتاج واستهلاك المكارونا في الجمهورية وبالتالي فالشركة تسهم في الأمن الغذائي في مواد مختلفة ربما بأكثر من ثلث احتياجات المواطنين في كافة ربوع الجمهورية وهو ما يضع علامة بارزة ومهمة على دور شركة سايلو فودز للأغذية في تأمين احتياجات المواطن وكذلك في تحقيق استقرار وتوازن الأسواق والأسعار في ظل عالم يموج بارتفاعات شديدة ومتقلبة في الأسعار وهو ما نشهده خلال الأشهر الماضية في السوق المصرية لذلك فإنتاج الشركة وبهذه الغذارة يسهم في توازن الأسعار عند حد معين وكي لا تزيد أكثر عن طريق مبادئ المنافسة وقانون العرض وطلب فكلما زاد عرض إحدى المنتجات فإن الأسعار تقل وبالتالي تزداد المنافسة ويصب ذلك في النهاية في صالح المستهلك بشكل أو بآخر وكذلك أيضا في صالح تحسين جودة الصناعات المختلفة المنافسة هي القانون الحاكم الذي يجب دائما أن ينتبه إليه كل المصنعين وذلك حفاظا على مقدراتهم وكذلك على صالح المستهلك الذي يقوم بشراء السلع والمنتجات المختلفة وصل الآن الرئيس عبدالفتاح أسيسي إلى مصنع الألبان لنتابع في الوحدات المختلفة داخل هذا المصنع مرحلة إنتاج الألبان المختلفة والمنتجات التي يمكن أن تستخرج وأن تعالج من الألبان وبطبيعة الحال فهذه صناعة عملاقة وتحتاج إلى كثير من الجهد ومن التكنولوجيا ومن سلامة الغذاء والحفاظ أيضا على جودة ونظافة الألبان والمنتجات التي تخرج من هنا وكما ترون فالتعبئة وتغليف يتمان على أحدث ترز ونظام فهذه المصنع مصنع حديثة للغاية وجزء من هذه المصنع أو القسم الأساسي الميكانيكي بالأساس تم استيراده لكن تم تركيبه بأياد مصرية وكذلك هناك صناعات تكملية تم إلحقها بهذه المصانع ليصبح المكون المحلي جزءا أساسيا من الآلات التي تتابعونها والتي ترونها الآن أمام حضراتكم على الشاشة إن مسألة توطين الصناعة وتوطين التكنولوجيا لهو أمر أساسي في تحسين جودة الصناعات وفي تحسين مناخ الصناعة في مصر وصولا إلى الارتقاء بهذا القطاع المهم فهو قاطرة التنمية الحقيقية الصناعة في مختلف القطاعات سواء الصناعات الغذائية أو غيرها من الصناعات هذا أمر تصر وتوجه إليه القيادة السياسية بأن يتم توطين الصناعات وأن تستحدث الصناعة الوطنية بشكل محلي وبخبرات وأيد مصرية خالصة بعد ربما استيراد التكنولوجيا في المقام الأول من الخارج لكن من المهم بطبيعة الحال أن يتم توطينها وأن يعلم الصانع المصري أسرار الصناعات المختلفة في مختلف القطاعات الرئيس عبد الفتاح أسيسي الآن يتابع أحدى المراحل الموجودة هنا في مصنع الألبان في التعبئة والتغليف فهناك ألبان مختلفة وبأسماء تجارية مختلفة كما تتبعون حضراتكم وهذا بطبيعة الحال يسهم كثيرا في مسألة الوجبات الغذائية المدرسية كذلك في الأسواق المختلفة والألبان هي إحدى السلع المهمة للأسرة المصرية خاصة في غذاء الأطفال سواء في وجباتهم المدرسية أو كذلك في الحياة العادية نتابع هنا في هذا اليوم إضافة جديدة وحقيقية لمقدرات الصناعة في مصر من خلال شركة سايلو فودز للأغذية والتي تقوم القوات المسلحة ممثلة في جهاز الخدمة بها في توفير عديد من المنتجات حرصا على الأمن الغذائي للمواطن والإقلال من الفجوة الغذائية وكذلك من الفجوة السعرية ما بين القدرة الشرائية للمواطن وبين الأسعار التي ازدادت مؤخرا بشكل مضطرد وها هو دور الدولة في الحد من هذه الزيادات وفي تحقيق نوع من التوازن في الأسواق عن طريق توفير البدائل الملائمة بالجودة المناسبة وبالأسعار الأفضل والتنفسية بطبيعة الحالة يتابع السيد الرئيس الآن المراحل المختلفة في داخل المصنع وهناك المتتبع للصورة والمساحات سيجدوا أن المصانع قد قيمت على مساحات شاسعة وهذا يظهر جاليا أمام حضراتكم نحاول أن نوفر الصور سواء من داخل المصانع أو من خارجها الحقيقة أننا نتحدث عن مدينة حقيقية فعلية هنا في مدينة السادات لم يطلق عليها مدينة غذائية جزافا بل هي تمتد لمسافات وكذلك المصانع والهناجر الموجودة والتي تم بناؤها هنا اللفت لنظر أن هذه المصانع وكل هذا الحجم والإنجاز تم إنشأه في 14 شهرا فقط وبهذه الجودة وبدأ العمل بالفعل وبالفعل بدأت الإيرادات ويعني لا أخفيكم أنني حاولت أن أبحث عن الجانب الذي يمثل الإيراد مقابلة بالجانب الذي يمثل المصرفات ومصرفات التأسيس التي تم إنشاؤها هنا وأنه تم بالفعل يعني رد جزء كبير من الاستثمارات التي تم استثمارها وخلال هذه المدة التي تخطط العام بأربعة أشهر أو بخمسة أشهر حتى الآن أي أننا جوزنا 16 شهرا من تاريخ عمل هذه المصانع ونحن اليوم نفتتح المرحلة الثانية وقد بلغت نسبة تغطية التكاليف الاستثمارية وتكاليف رأس المال التي تم إنفاقها هنا ربما تجاوز إلى ثلث ما تم إنفاقه وجاء في صورة إيرادات وينتظر طبعا أن تزداد هذه الإيرادات بازدياد المنتجات وبازدياد حجم السوق المحلية واستيعابها للمنتجات المختلفة وبأسعار تنفسية للغاية إن الدور الاجتماعي الذي تقوم به الدولة هو دور للغاية مهم ويجب على الدولة كذلك أن ترسم الملامحة المهمة لسير الاقتصاد في المرحلة المقبلة وهذا هو أحد الملامح التي يتم رسمها ونتبعه عبر شاشاتنا المختلفة اليوم لكن كذلك فنمط الاستهلاك يجب كذلك أن يتغير لدى العديد مننا الأنماط الاستهلاكية ربما في بعض السلع ويجب الحفاظ على المقدرات التي بين أيدينا المقدرات المختلفة هذا أمر آخر وموازن لتوجهات الدولة لكن هو ربما الدور الذي يجب أن يقوم به كذلك المواطن حذوا بالخطوات التي يجب على الدولة أن تطلع بها هي الأخرى فكل عليه مسؤولياته وكل يجب عليه أن يقدم ما عليه من واجب سواء اقتصادي أو مجتمعي مشاهدين الكرام من مدينة أسدات نتابع هذه الفعليات على الهواء مباشرة من المدينة الصناعية الغذائية والتي تقع بها مصانع شركة سايلو فودز للأغذية وعددها تسعة مصانع عملاقة في مجالات مختلفة وحينما أتحدث عن تسعة مصانع فإنني أتحدث عن مصانع يحتوي كل واحد فيها على عدد آخر من المصانع الأصغر فنحن نتحدث عن صناعات أملاقة تغطي في بعض المنتجات ربما نحو ثلث إنتاج مصر واستهلاك مصر من بعض المنتجات الاستراتيجية وبالتالي نتحدث عن حجم كبير للغاية توفيرا للأمن الغذائي والأمن الغذائي هو أحد أهم أنواع الأمن القومي التي يجب الحفاظ عليها فمن لا يملك قوته لا يملك قراره وبالتالي فالالتفات والاهتمام بهذا النوع من الأمن هو أمر مهم للغاية من أجل تحقيق أمن المواطن ووصولا إلى صحة جيدة للمواطن المصري ممثلة في الأجيال الجديدة فجزء كبير لا يمكن أن يتم إغفاله ما تقوم به شركة سايلو فودز للأغذية من توفير الوجبات المدرسية للتلاميذ في مختلف المراحل الدراسية فالوجبات التي توفر لهم تمد الطالب بنحو ثلاثين في المائة تقريبا من احتياجاته من البروتين ومن الغذاء والطاقة بحسب الدراسة التي أجريت على ما يتم تقديمه للمراحل المختلفة وقد كان هذا في الحقيقة توجيها منذ ربما أكثر من عامين من الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما قال إنه يجب الالتفات إلى صحة التلاميذ وكذلك معالجة الأمراض التي يسببها سوء التغذية مثل أمراض التقزم وغيرها من الأمراض التي ربما تلحق ببعض أبنائنا ويجب الالتفات إلى الوجبات المدرسية وصحة هذه وجودة وسلامة هذه الوجبات التي تقدم إليهم بدأ العمل في شركة سايلو فودز وهذا هو الشارع الرئيسي الذي تقع فيه الشركة عام 2019 أي أننا نتحدث على ما يربو ثلاث سنوات بقليل قد كانت هذه المنطقة صحراء تماما لم يكن فيها أي نوع من العمران وقد تم تعبيد الطريق وتم رصفه وبالتالي إنشاء المصانع هنا في هذا المكان بخبرات مصرية وكذلك بالتعاون مع الخبرات السويسرية التي أسهمت في تجهيز بعض المصانع هذا هو المشهد من فوق تتابعون المدينة الصناعية الغذائية هذا هو المشهد العام يظهر كذلك الأماكن السكنية والأماكن الترفيهية ربما تتابعون أنها مدينة متكاملة فيها كل أنواع الأنشطة وليس فقط الصناعات الغذائية فالكثير من العاملين هنا في هذه المصانع يقيمون في داخل المدينة الصناعية توفيرا للوقت والجهد وكذلك حفاظا على جودة الحياة الحقيقة أيضا حينما جئت إلى هنا وتتبعت المصانع المختلفة التي تظهر أمام حضراتكم كنت أسأل على موعيد العمل يعني هي تبدأ من الساعة يعني في الصباح يعني كم الساعة التي تبدأ فيها موعيد العمل فقيل لي أن العمل هنا لا يتوقف ليس هناك موعد لبدء العمل في الصباح أو لختامه في المساء أو الليل وإنما هي ثلاث ورديات متتالية على مدار 24 ساعة وعلى مدار 7 أيام عمل لا يتوقف هنا في داخل المدينة عمل مستمر من أجل رفع كفاءة الإنتاج ومن أجل غزارة الإنتاج الذي يقدم إلى الجهات والقطاعات المختلفة وعلى المستوى التجاري وكذلك عن طريق وزارة التموين وصولا إلى يد المستهلك وإلى يد المواطن وصولا إلى تحقيق الرضا والاكتفاء الغذائي بشكل كبير ما تتبعونه هنا من تفاصيل وربما الكاميرا تظهر العديد من التفاصيل ونحاول أن نصل إلى هذه التفاصيل من خلال كاميرتنا وكذلك من خلال النقل بالمايك هذه طبعا هي أنواع المكارونة المختلفة بعد طحن الدقيق وبعد ذلك دمج الدقيق بالماء بطريقة معينة وصولا إلى هذه الوصفات وهذه العجينة التي تتكون منها المكارونة ودخلت مصنع المكارونة لأسأل القائمين عليه كيف يتم صنعها فوجدت حجما عملاقا وجانبا كبيرا للغاية مما يجري أن هناك مقييس عالمية بيتم توفيرها هنا المقييس سواء في الخلطات أو في مراحل التجميد أو في مراحل صناعة هذه المخبوزات المختلفة ووصولا إلى أنواع المكارونات أيضا المختلفة أنا أتحدث طبعا عن عدد من المصانع فهناك مصنع للمخبوزات ومصنع للمكارونة ومصنع للكارتون ومصنع للأجبان والألبان كما تتابعون حضراتكم ومصنع للبسكويت المختلف لكن الحديث كذلك عن المكارونة وصولا إلى المقييس العالمية وهذا ينسحب على كل المنتجات التي ترونها حضراتكم أمامكم في مختلف الصناعات الوصول إلى درجة تبخير تصل بنسبة المياه في داخل المكارونة إلى 11.5% كذلك أنواع الشوكولاتة المختلفة كما تشاهدون وتتم بعد ذلك تعبئتها وتقسيمها وتغليفها في أشكال جيدة للغاية ومنافسة فمسألة التغليف ومسألة التصميم أيضا للأغلفة المختلفة يتم الاعتناء بها بشكل كبير كما يتم الاعتناء بألية وأتمتة هذه المنتجات كما ترون حضراتكم وينسحب العنصر البشري على تحديد ربما الأخطاء والأجزاء غير الكاملة ونزعها من سير العملية هذه هي المنتجات هذه هي الطحينة وكذلك مصنع الحلاوة في عدد كبير من المنتجات وليس كلها باسم تجاري واحد بل يتم تقسيمها إلى عدد من الطعوم وعدد من الأشكال ومن الأحجام وكذلك من التغليفات ويتم بعد ذلك ضخوها في الأسواق المختلفة سواء في وجابات مدرسية أو من خلال وزارة التموين ومن خلال برامج النقاط التي توفرها وزارة التموين لمستحق التموين لدى البدلين التموينيين وأيضا من خلال السلاسل التجارية المختلفة التي تقوم ببيع المنتجات المختلفة مسألة التغليف كما يقولون في المثل المصري أن العين تأكل قبل المعدة والعين تشتري قبل الجيب بالفعل فتقديم المنتجات في صورة لائقة بها وفي صورة منافسة لمثيلتها ليس فقط من المنتجات المحلية ولكن كذلك من المنتجات العالمية ومن المنتجات التي يتم استيرادها تحدثت إلى رئيس مجلس إدارة شركة سيلو للأغذية وقال لي أنه بيتم استيراد بسكوت في مصر بنحو 30 مليون دولار سنويا وتوفير البسكوت بجودة منافسة هذا سوف يقلل من حجم الاستيراد وبالتالي سيوفر العملة الصعبة التي نعلم جميعا أننا نحتاجها بشكل كبير في هذه الأيام وفي الفترة الماضية وطبعا في الفترة المقبلة هذه المنتجات ربما تسهم كذلك في توفير العملة الصعبة بشكل آخر عن طريق التصدير فيتم التصدير لأكثر من عشرة بلدان في العالم منها بلدان إفريقية وكذلك منها بعض الدول الأوروبية كاليونان وبعض الدول العربية يتم التصدير إليها وحينما تسألت ربما عن من يتم التصدير إليه يتم التصدير لبعض الدول العربية كدولة الإمارات العربية المتحدة وكالمملكة العربية السعودية هناك الحقيقة بعض خطوط إنتاجها هذه هي خطوط إنتاج المكرونة الفخرة المكرونة تليرمو التي يتم إنتاجها وتصديرها بمقاييسة عالمية إلى عديد من دول العالم ما نتحدث عنه هو المنتجات المختلفة في شرائح مالية مختلفة يعني بطبيعة الحال يتم بيع المنتجات هذه بشرائح سعرية مختلفة وصولا إلى شرائح الاجتماعية المختلفة والمنتجات المختلفة أهمية هذا المشروع وأهمية ما نتحدث عنه من افتتاحات اليوم ربما يقدر بنا أن نتحدث كثيرا عن الأمن الغذائي والأمن الغذائي ليس فقط حديثا عن سلع استراتيجية كالسكر والأرز والزيت ولكن يمتد الأمن الغذائي لمختلف السلع التي لا غنى عنها ربما لدى الشرائح السنية أيضا الصغيرة والأطفال واحتياجاتهم وهذا هو التفكير الكلي الذي يجب أن نلتفت إليه إن ما يتم في هذه المصانع العملاقة من عمل دائم خلال الأيام التي لا تنقطع وأتحدث لحضراتكم عن الورديات الثلاثة في الساعات الأربع والعشرين وعلى مدار أيام الأسبوع السبع دون انقطاع له عمل جبار وله عمل كبير للوصول إلى ما ترونه في هذه الأرفف أن تكون هذه المنتجات وبهذه الغذارة وبهذه التنفسية وبهذا الوفر في كل الأماكن من محافظات مصر المختلفة وصولا إلى أيدي المستهلك في مختلف فئاته السعرية والاقتصادية يصل ركب السيد الرئيس الآن إلى نقطة أخرى في هذه الجولة بعد أن تفقد أكثر من نقطة واستمع إلى شرح من رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز للأغذية هذا هو معرض المنتجات الذي يحتوي على بعض من هذه المنتجات من كل منتج يتم عرضه هنا في هذا المعرض جدير بالذكرى أيضا أن هناك سوبر ماركت أو معرض متاح لأي أحد يريد أن يشتري من هذه المنتجات يمكن أن يقدم إلى هنا في مدينة السادات وبالتالي يشتري من منتجات هذه الشركة المختلفة المنتجات الحقيقة تتميز بتنوع كبير للغاية سنتابع الآن عدد الاختيارات وأرجو أن تتابعوا من خلال الكاميرا والعرض يمكن أن نستطيع التقديم لفرسل اللغاية ومشتري من خلال الكاميرا والعرض ومشتري من الخلال ومشتري من الخلال ومشتري من خلال كاميرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذه هي المخابز المختلفة والعلامة التجارية الخاصة بهذا المخبس كذلك مصانع البسكويت يعني الحقيقة منتجات متعددة وأمر يعني يظهر جاليا للعيان أنه بيتم من خلال صناعة وتكنولوجيا للغاية متقدمة في مراحل التصنيع المختلفة وكذلك مراحل الطباعة والتغليف لهذه المنتجات الآن يعني تتابعون المخبوزات يعني هذا هو المعرض فهناك أنواع من الخبز وكذلك من التوست المختلف سواء يعني الذي يحمل صورات حرارية عالية أو الأقل في الصورات الحرارية من أجود الأقماح التي تردوا إلينا بعد أن تتم معالجة هذه الأقماح وبعد أن يتم طحنها وكذلك من خلال النظم المميكانة بشكل كبير ويتم دخوها في أنابيب ورأيت هذه الأنابيب بين المصانع المختلفة بدءا من صومعة الأقماح ومرورا إلى المطاحن وبعدها إلى المصانع المختلفة سواء في المخابز أو سواء في البسكوتات أو في المنتجات الأخرى يستمع سيد رئيس إلى شرح في هذا المعرض لبعض منتجات الدقيقة التي كذلك تباع هنا منتجات مختلفة للدقيق من اللواء تيمور أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز للأغذية ثم بعد ذلك إلى قسم آخر ينتقل سيد الرئيس إلى قسم الطحينة والحلاوة وكلها بطبيعة الحال منتجات غذائية مهمة المواطن المصري والشعب المصري يستعملها بكثرة وبشكل يهتم بها بشكل كبير في جميع البيوت المصرية وتقدم إلى أبنائنا حيث توفروا كما جيدا من الطاقة من أجل بناء الأجسام بشكل يصلح لأن يكون هناك جيل أفضل في كل وقت يمر على هذا الوطن اهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة هذه المنتجات أعتقد أنه إلى حد يمكن أن نقول مباشر أنه اهتمام منه بصحة الأجيال القادمة وبالحفاظ على القدرات الجسمانية وبالتالي أيضا القدرات العقلية فالثروة البشرية هي ثروة الأوطان الحقيقية ثروة الأوطان إضافة إلى الاقتصاد وإضافة إلى يعني كل ما يمكن أن يدخل في الأنشطة الاقتصادية من صناعات وغيرها تظل هي الثروة البشرية هم ثروة الأمم الحقيقية فالإنسان هو الذي يصنع كل ذلك هذا طبعا عرض لشكرتات المختلفة في الأشكال المختلفة له وهنا الأجبان التي يتم إنتاجها في مصانع الألبان وهذا طبعا هو الانتاج الجديد حيث يتم افتتاحه المرحلة الجديدة المرحلة الثانية من هذه المصانع اليوم مراحل صناعة الألبان وصناعة الأجبان في هذا المكان الذي يحوي الكثير من الصناعات التي نتابع جانبا وقسما كبيرا منها يمكن حضراتكم كما تتابعون معي يعني المعرض نفسه معرض ممتد وهناك العديد من أشكال المنتجات وليس منتجا وحدا فيتبين من الألوان التي تتميز بها هذه الأشكال تعدد أعداد الأصناف التي يتم إنتاجها ويتم بيعها هنا وكذلك توزيعها يعني أسطول توزيع يمكن حضراتكم شفتم منذ قليل وتبعتم سيارات الشحن الأسطول الكبير الذي يتم فيه الشحن والتوزيع فور الإنتاج والمنتجات دائما وبطبيعة نمط الاستهلاك أن تظل هذه المنتجات دائما تزجى ودائما تظل هذه المنتجات تقدم بشكل جيد للغاية ترجمة نانسي قنقر